رسالة مفادها تم إدراج اسمك في قائمة الممنوعين أو المنع من السفر رسالة SMS ومن ثم يقولون ادخل على الرابط ومكتوب عليه منصة أبشر يا أخي الكريم ليست كل رسالة SMS هي رسالة حكومية توجد منظمات وعصابات احتيالية محترفين في الاحتيال الاكتروني عندما تدخل هذه الحسابات تتفاجأ أنه كأنه حساب أبشر ولكنه ليس له علاقة بأبشر المنصة الحكومية المعروفة من خلال هذه المنصة بدخولك كأنك وافقت على الدخول على حساباتك البنكية على نظام ناجز على نظام أبشر ومسميتم سلب الأموال الموجودة فيك فأرجو من الجميع الحذر من رسالة SMS منظمات احتيالية يقصد من هذا الأمر هو الاحتيال المالي لسرقة أموالك البنكية